السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض القصة بتاعت منهج الجديد للصف الثالثة اللي ابتدائي اللي هو منهج كونيكت القصة بتاعتنا اسمها ملكز دريم معناها حلم ملك ملكز الابستروفي اس ديت يا ولاد هي ابستروفي اس الملكية لما احب مثلا احط شيء ملك الحد تاني شنطة ملك مثلا اقول ملكز باج اقول مثلا بيت ملك ملكز هوم مدرسة ملك ملكز سكول يبقى الابستروفي اس ديت اسمها ابستروفي اس الملكية بحطها لما مثلا احب اضيف شيء لشخص ما او حاجة معينة هيبقى دي اسمها ابستروفي اس الملكية القصة جميلة وبسيطة جدا تتكلم عن حلم بنت صغيرة اسمها ملك كان عندها مشكلة معينة وشوف هتتغلب ازاي على المشكلة ديت في القصة بتاعتنا الجديدة عندنا القصة من قسمة 4 parts 4 اجزاء الجزء اللي اولاني بيعرفنا على شخصيات القصة اللي هي مام ملك زا تيتشور فريندز تشيلدرين مام اللي هي الام ملك زا تيتشور اللي هي المدرسة فريندز اصدقاء تشيلدرين الاطفال ملك عايزة تكون مدرسة ما كانش بتسمع كويس كان عندها مشكلة في السمع كانت بتشتغل بجد كتشط طورة خالص وخلصت كمان الجمعة أصبحت مدرسة وساعدت الاطفال لعندهم مشكلة في السمع عندي بعض الكلمات المهمة زي اللي هي لغة الاشارة الامريكية اللي هي التعلم عن طريق حركة الشفايف اللي هي الجمعة وهنشوف كمان الصفحة اللي بعديها تيتشور مدرسة هيرنج ايت سماعة الازن تشيلدرين اطفال ريد لبس يقرأ حركة الشفتين هير اللي هي يسمع هذه هي ملك كانت بتحب التدريس مهنة التدريس كانت عايزة تبقى مدرسة لما تكون كبيرة لما تكبر زي ما انتم شايفين في الصورة هي حلمها وهي زهيرة ان هي تبقى مدرسة لما تكبر حتى صبورة ورسمة فيها رسمة وحتى ألعابها قدامها كأنهم تلميذ وبتعلمهم لان دوت حلم كان شاغل بالها ان هي تكون في المستقبل وعند الكلمات دي سهلة جدا عندي كلمات قديمة منها زي teacher عندي children برضو كلمة مش جديدة هير يسمع وغضينها قبل كده خلاص الصبحة اللي بعد هي ملك ملك ما كانتش بتعرف تسمع كويس كانت حطة سمعت أذن كانت بتساعدها ان هي تسمع كويس sometimes أحيانا ملك feels sad كانت بتتشعر بالحزن because some children aren't kind to her لأن بعض الأطفال مكننش طيبين معاها she knows that they are unkind كانت تعرف ان هما مش طيبين because they don't understand لأنهم مش فهمينها she wants to be a teacher كانت عايزة تكون مدرسة she can help people understand كانت عايزة تساعد الناس لما يفهموا ملك goes to a special teacher رحت لمدرسة خصوصية المدرسة علمتها ازاي تقرأ حركة الشفايف now ملك can see what people say دلوقتي ملك تقدر تشوف الناس بيقولوا ايه لأنها تعلمت ملك's dream ملك is very kind كانت طيبة قوي طيوبة قوي ملك دي and likes playing games with her friends وكانت تحب تلعب مع اصدقائها she talks to them كانت طيوبة تتكلم معاهم they can understand her ودلوقتي هما اصبحوا بيفهموها لأنها تعلمت ايه sign language من her special teacher من مدرستها الخصوصية اللي هي مثلا مامتها جبتها لها عشان خاطر ان هي تساعدها ان هي تعرف تقرأ lip read حركة الايه الشفايف عشان تفهم الناس والناس يفهموها فبدأت طبعا مدام المشكلة دي تحلت بدأت سعيدة يعني اصبحت سعيدة واصبحت تلعب مع اصدقائها واصبحت اكثر فهما للناس زي ما احنا شايفين في الصورة she is very very happy with her friend because they can understand her طيب عندي part 2 عندي مام clever deaf talk work hard sign language sign understand طيب عندي هنا مام اللي هي الام clever ماهر او شاطر نقول على تنميز شاطر او ماهر clever deaf deaf معناها اصم يعني اصم يعني ما بيسمعش وطالما ما بيعرفش يسمع اكيد مش هيارف يتكلم talk يتكلم work hard يذاكر بجد طبعا كلنا المطلوب مننا ان احنا نذاكر بجد work hard sign language sign كلمة sign فيها g والg هنا silent لا تنطق محدش يقولي sign 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 language sign لوحدها the verb معناها يشير او اشارة وناون في نفس الوقت كمان understand معناها يفهم طيب احنا دلوقتي هنشوف مشكلة ملك ديت اتحلت ازاي وهي هل فعلا هي عملت الحلم بتاعها ولا لا خلاص عندي هنا ملك talks to her mom ملك تتكلم مع عمامتها her mom says you can work hard انت تعرفي يا ملك تعرفي تشتغل كويس اوي تعرفي تشتغل على نفسك كويس وتذكر كويس you can go to university to be a teacher وكمان يا ملك هتعرفي تروحي الجامعة عشان تبقي مدرسة you are very clever انت شطرة جدا يا ملك you can help deaf children وكمان تعرفي تساعدي الاطفال اللي بيسمعوش وبيتكلموش you can help all children to understand هتعرفي تساعدي كل الاطفال انه هم ايه يفهموا يبقى مامتها ها هي اللي شجعتها عشان تحل مشكلتها ديت وما تبقاش زعلانة في حياتها اللي تعلاقه انت عنتك القوة والارادة ان انت تذكري كويس جدا وتكوني teacher وتساعدي كمان deaf children to understand عشان يفهموا الناس والناس تفهمهم وبعدين ملك wants to speak to all deaf people دلوقتي ملك عايزة بقى تتكلم مع كل الناس اللي بيسمعوش او بيتكلموش خرص وترش في نفس الوقت she wants to help them كانت عايزة تساعدهم she learned sign language تعلمت لغة الاشارة she can say hello in sign language اصباح تعرف تقول كلمة اهلا بلغة الاشارة she can ask how are you كمان تعرف تقول ازايك in sign language بلغة الاشارة عارفت تتكلم حاجات كتير قوي she talks to the people her friend is like sign language وكمان اصدقائها حبوا لغة الاشارة يبا هي تعلمت حاجة عشان تحل مشكلتها اتعلمت حاجة اسمها ايه sign language sign language لغة الاشارة عندي part three university اللي هي جمعة proud اللي هو فخور مفتخر club نادي hearing children اطفال اصحاء السمع كذي ان معظم الناس hearing children معظم الاطفال hearing children بيعرفوا اسمها كويس sing دي معناها يغني وهي كلمة ديشة بيها بكلمة sign بس بدا الحروف هتبقى sing يغني teach يعلم او يدرس ملك finishes university ملك دلوقتي خلصت الجامعة she is very happy and proud واصبحت مسعيدة جدا وفخورة جدا زي ما انت ريفينها في السورة مبسوطة جدا جدا وباباها ممتها واقفين جنبها لانها حققت حلمها ان هي تبقى تبقى ايه زي ما احنا قلنا teacher اصبحت مدرسة اصبحت مدرسة ولما تصبح مدرسة هتعرف تعلم الناس لغة الايه الاشارة miss malak طبعا لازم نقول عليها مثل انها كبرت زي ما انت شايفين في الصورة كده miss malak is now teacher اصبحت مدرسة at a club after school بتروح نادي بعد المدرسة some of the children can hear and some of the children are deaf معزم الولاد في ولاد اطفال بيعرف اسمعو في ولاد تانيين بيعرفوش اسمعو عندهم خلل في السمع she uses sign language استخدمة لغة الاشارة to talk to the deaf children عشان تتعامل مع الاطفال اللي بيسمعوش the hearing children والاطفال باع اللي بيسمعو watch miss malak signing with deaf children بيشوفوها وهي بتعلم الاطفال ديت لغة الاشارة they see the sign language شافوا لغة الاشارة they think it's great fun عرفوا ان هي متعة they say to miss malak can we learn sign language ممكن نتعلم معاك لغة الاشارة miss malak is very happy and excited اصبحت سعيدة جدا يعني حبة الفكرة جدا she teaches the hearing children some sign language وكمان علمت الاطفال اللي ما عندهمش مشكلة في السمع الاطفال اصحاء ما عندهمش مشكلة علمتهم كمان لغة الاشارة يبقى اصبحت دي متعة بالنسبة لها ان هي تعلم الناس كلها سواء بقى the children او hearing children sign language لغة الايه الاشارة لان ده يعني شايف فن في حاجة زي كده enjoyment في حاجة زي كده ان انا مبسوطة ان انا بعلم الناس sign language sign language كلمة مهمة جدا في الكصة الجميلة دي طيب هنشوف بعد كده حصل ايه معانا ايبقى امالك دلوقتي اصبحت teacher واصبحت كمان بتعلم كل الناس sign language malk says be happy and help others ملك بتقول لنا دي بقى يعني الحاجة اللي احنا هنستفاد منها في الكصة كلها كن سعيد وساعد الاخرين be happy and help others be happy and help others people can learn to talk with each other الناس مثلا محتاج مساعدة لازم تساعده لان انت بتكذب لك حسنات كتيز طبعا وبدأ بيبقى عمل خير ليك بيبقى بيبقى